يحشر إمامه علاوي تتجلى ليكم أمثلة سيد عباس الموسوي تفضل سيد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمسلين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نبارك لكم وللأمة الإسلامية جمعا ولفقهائنا العظام ولعلمائنا الأعلام مولد بقية الله الأعظم ونسأل الله أن يعيد علينا مثل هذه الأيام ونحن في حال أفضل من هذا الحال إن شاء الله ما أدري وش معنى الألم ما أدري وش معنى الألم من بينوا لاح القمر ما أدري وش معنى الألم من بينوا لاح القمر لا حزن لا هم ندم ضيعنا مفتاح الكدر حتى الجرح فرحة بتسم حتى الجرح فرحة بتسم والدمع هالليلة اعتذر والنور بشفاة رسم قبل على موج البحر كل شي رقص وبلا نغم كل شي رقص وبلا نغم من شافة والنور انتشر حتى ونبيدي القلم يرقص فرح بالمنتظر حتى ونبيدي القلم يرقص فرح بالمنتظر أشوف الكون أشوف الكون متزين ونسبة أشوف الكون متزين ونسبة جنة زينت والله ونسبة صيح بها الفرح ونسبة يجيك الصوت شمس الرافضية يجيك الصوت شمس الرافضية باردين في الصلوات شكلكم يعني بكل حين نايمين علينا طولت يا المهدي بسعود علينا طولت يا المهدي بسعود بهنى وفراح يا مولاي وسعود نحلنا والجسم من همنا بسعود بعد يمتى الفرج يا ابن الزيتية بعد يمتى الفرج يا ابن الزيتية اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل عباس السيد لديه هوسات في مثل هذه المناسبة نتمنى أن نسمعها في مثل هذه الليلة تفضل سيد طبعا أنا ما أعرف أسلوب الهوسة في الضفنة العراقيين بس أسلوب ساعدوا أنا مراجع يعني قوى مقتصي غايب عادة مية قوى مقتصي غايب عادة مية والشمر الضبابي عود بغية هذا بن سعد يحدو الوهابية يعني طف جديدة هذه النية وبسيفك لازم تدحرها وبسيفك لازم أوي بسيفك أوي بسيفك أوي بسيفك جارت وانت تدري جارت وانت تدري وعندك الأخبار وصل لك يا غايب في مصر وش صار أبناء السقيفة وبالجزل والنار حلفوا يحرقون حلفوا يحرقون الشيعة والأنصار ترضاه عليهم يا المهدي ترضاه عليهم ترضاه 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 عليهم وش هذا الحقد يا ناس شنه صار وش هذا الحقد يا ناس شنه يصير وين عقول هذي الأمة والتفكير نشهد ربنا الله وتالي بالتكفير يرمونا ويسوقونا إلى التجزير كل ظالم يقتلنا بحدك وظالم يقتلنا بحقدك كل ظالم يقتلنا يلغايب كفاية ما بعد نصبر يلغايب كفاية ما بعد نصبر غير السيف ما يكشف بعد هذر عدوانك أبد ما تدري معنى البر بس الحقد تعرف بس الحقد تعرف عقل متحجر خلسيفك هو يعلمها خلسيفك خلسيف ضجت ضجت ما سمعت الضجة في أرضك ضجت ما سمعت الضجة في أرضك ما تدري انهتك يا ابن النبي عرضك ما حسيت هذا الألم في نبضك مو كافئة سيمتد مو كافئة سيمتد بعد فرضك اطلوا تاخد ثاراتك اطلوا 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 طبعا كلنا نقول ان احنا ننتظر الامام لكن حقيقة الامر الامام هو اللي انتظرنا هذه الحقيقة الانتظار بالكلام وربما بالأشواق بالحب بالحنين بهذه الأمور اللي ما تنعكس انعكاسات خارجية يمكنني لها موجود قلبي فقط موجودة عندنا لكن انعكاساتنا الخارجية طبعا الحب مظهر المظهر دائيا يكون ليه سلوك خارجي يعني انا مثلا احب انسان احب انسان حضور المسجد صلاة الجماعة بالخصوص خصوص هذا سلوك من السلوكيات منظرنا الخارجي هذا سلوك من السلوكيات كل هذه الأمور ونرجو إن شاء الله نكون نوفق لذلك من زمان إحنا ننادي شي العذر من زمان إحنا ننادي شي العذر وين غايب لكت وين من الجمر وبعد كل محنا وبعد كل محنا نصيح ونندبه ما بقى بينا يا مهدين صبر يمتى يومك يمتى يومك جاير علينا الزمن والله ما شفنا ولا ساعة تسر الله يا مهدي ذخر كل هالوقت الله يا مهدي ذخر كل هالوقت يمتى 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 الثور وتفك العسر من زمان إحنا نرقى بطلتك من زمان وإحنا نرقى بطلتك نرفع الشف والمدامع تنهمر نندبك صبح ومسى يا ابن الحسن نندبك صبح ومسى يا ابن الحسن عشنا بس هم منتظارك بالفكر العذر يا ناس العذر يا ناس سمعوني العذر عذر احنا ما ننتظر هو لينتظر الظلام 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 ويا الفجر ما ينجمع تتون في يوم من الأيام تطلع الشمس في الليل ظلام وفجر في نفس الوقت الظلام ويا الفجر ما ينجمع شلون قلب سود اضم نور الفجر شلون قلب سود اضم نور البدر شلون رجلي شلون رجلك هاللي للمنكر سعد باشر افتسعى اذا بان الأمر وكفك اللي بشف ملاعين الفشر باشر تمدها وتبايع بالعمر عينك الهدكة وعينك الهدكة حريمة بلا خجل تقدر بها تعاين انوار الذخر وما اظن قلبين وما اظن قلبين قلب من الفحم وقلب يحوي النور يضم الصدر يعني خذها بمختصرها مستحيل يعني خذها بمختصرها مستحيل ان انا وياك انشوف الفجر قبل ما نرمي الظلام في القلب قبل ما نرمي الظلام في القلب لن عن نور السماء صاير ستر قبل ما تصف النفوس من الحقد وعند روب المنكر تصد وتفر عقوب خلنا نفكر نشوف الامام عقوب خلنا نفكر نشوف الامام شي تريد الزفة من دون المهر شي تريد الزفة من دون المهر احسنت سيدنا احسنت واجبت السيدان اليوم لديهما رسائل في قصائدهما وهي ان المنتظر الفعلي هو الذي ينعكس ادري عن سؤال تسئل كل الناس ادري عن سؤال تسئل كل الناس وش ما اخذ المهدي بعد من عباس ادري عن سؤال تسئل كل الناس وش ما اخذ المهدي بعد من عباس قلت المهدي راضع والله نفس الكاس عزوا تضحية بذلوا وفا وإحساس وبسيف عباسي لولي وبسيف وبسيف بانت للفرج آية بعد آية بانت للفرج آية بعد آية واسأل وانت تدري وقلبك ويايا من يظهر المهدي من يظهر المهدي وكلنا مشاية منه يقود جيشة ويحمل الراية منه يقود جيشة ويحمل الراية عباسي رفها بشفانة عباسي عباس عباس كل الجراح من النزيف تتمتمك كل الجراح من النزيف تتمتمك فمتى يعانقها بشوق مرهمك ومتى المدامع تختفي في بسمة ومتى وأين وكيف تشرق أنجمك ومتى مع الزمن الطويل من الأسى سيغيب عن فصل الزمان محرمك ونعيش في زمن الربيع مكررا هذا ويفتح للتهان مأتمك كم قد صبرت كم قد صبرت ملازما درب الأذى والدمع في جفن الصوارم زمزمك فمتى 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 أي ابن الأكرمين بطلة نحضة فتسري في القلوب نسائمك مولاي 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 من وجع السنين وذله جئناك حيرا لم نزلنا استفهمك ماذا يهيجك ماذا يهيجك ماذا يهيجك أي دمع يا ترى من أي جرح سوف يفتح عالمك كل المعاناة التي مرت وما زالت وغمد الصبر يسكن صارمك وتنادم الليل الطويل على الأسا بكؤوس دمع والجراح تنادمك ومآذن الوجع الشقي ومآذن الوجع الشقي لفرض حب كل ساعة محنة تتوسمك فاسمع فاسمع أذان الشوق واستمع الصدى هذه الجراح بلا أخصم تتكلمك مولاي مولاي من أي الجهات سأبتدي ولأيها أبكي لينهض قائمك أي العذابات التي في رسمها سيثور للثارات مندفقا دمك قل أيها وجع لقلبك جارح في كل لحظات الخيال يلازمك جرح الحسين وكربلاء ودمعها أم طفله المنحور يشكو فيضرمك أم زينب أم زينب خلف الخدور وقلبها أم زينب خلف الخدور وقلبها المفطور أم عطش يأن مخيمك أم ياترى رأس الحسين على القناة أم ياترى رأس الحسين على القناة يتلو وآيات الكتاب تبرعمك قل أيما قل أيما باب تهيم بفتحه وعلى مدامعه انطلاقة موسمك باب بدار الطهر ذات ظلامة ذاك الذي لم يهن فيه مطعمك مسماره صدر الهدى أجنينها أي الجراح على الجراح يؤلمك درب السبا والصوت ناب غار في أجساد أطفال الحسين يهشمك أم أعين الشمات أسهم حقدها في قلب زينب والعقيلة توأمك أستهل مثلااء مولاي مولايا لليوم الجراح لأسفان كجراح زينب والحسين تتمتمك فحرم ليوم الله يا أمل السماء قم هز روح الزأر تندب مر يمط وافتح وخل السيف يحكم في العداء وافتح بوجه الظالمين جهنم الله ما وعث الطغاة مقولة الله ما وعث الطغاة مقولة فدعي الخطاب لصارم يتقدمك واضرب كما الزلزال ينفلق الأسى وارعب لتخترق الأعادي أسهمك ثر فيها كالبركان ثر فيها كالبركان بالحمى نسقها ودعي السلام به تطير حمائمك ودعي السلام به تطير حمائمك أحسنت أحسنت يا سيد طابت أنفاسك ولن قطع هذا الإبداع رسالة لدينا الليلة من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجة التي بعثها إلى المفيد يقول فيها نحن أي لشيعة نحن وإن كنا ناوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب الذي أراناه الله تعالى من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين ترجمة نانسي قنقر